اهلا بكم مرة تاني عودة لعشرة صفحة في الاهلي وتاني واخر فقراتنا الحوارية الحقيقة فيه ناس كتير بتعاني من السمنة المفرطة البعض منهم بيلجأ للضايت انه يعمل ريجيم سواء بينجح فيه او ما بينجحش قوي لكن في بعض الاحيان بنلاقي ان فيه ناس مضطرة ومقدمهاش غير ان هي تجري عملية جراحية للسمنة تدخل جراحي الحقيقة الناس دي بيكونوا في امس الحاجة لوجود كميات كافية ووافية من الفيتامينت في جسمهم خصوصا بعد اجراء هذه العمليات ده الموضوع اللي هنيمكن هنخص يعني جزء من الحلقة كده يعني او من الفقرة دي في الكلام عنه لكن بشكل عام احنا هنتكلم في الفقرة دي عن الفيتامينات واهميتها بالنسبة للجسم ده اللي هنتكلم فيه مع الدكتورة دينة ابو سعود اللي بدورنا دايما في عشرة صفحة في الاهلي صباح الفوليادين صباح الخير اهلا بيك يا عامل ايه؟ كله تمام؟ عامل ايه؟ حمد لله ماشي الحال كله تمام زي البو موضوع مهم وموضوع حلم وحيفيد ناس كتير ان شاء الله اللي هنتكلم في ده فكرة الفيتامينت لان يمكن البعض مننا مش واخد باله من اهميتها مش واخد باله من ان هو المفروض لو مش بيحصل عليها بكميات كافية من خلال الغذاء الصحي انه يلجأ لمكملات الاخير فتعلي نبتدي باهمية الفيتامينز للجسم عموما وبصفة خاصة للناس اللي لسه خارجة من جراحة سمنة الفيتامينات والمعادن مهمين جدا لصحة الإنسان ولصحة البني آدم سواء من السيدات او من الرجال من اهمية او اهمية الفيتامينات والمعادن للصحة العامة والصحة الجسدية والصحة النفسية لو انا باكل اكل صحي بقول خلاص مش لازم ناخد فيتامينز مدام احنا متأكدين ان كمية الفيتامينز اللي بناخدها كويسة لكن صعب جدا ان انا اقدر اعمل مونتر لكمية الفيتامينز اللي بناخدها من لأن معظم الفيتامينات الجسم لا ينتجها فمن أهم الحاجات اللي بيعملها الفيتامينات للجسم أولا بيديني طاقة كويسة قوي وإحنا كلنا عايزين طاقة في اليوم كلنا بنشتغل وسواء ستات أو رجالة أو الستات اللي ما بتشتغلش عندها مهام في البيت كتير عندها ولدها تودينهم جامعة تودينهم مدارس تودينهم جيم تمارين بالزبط فأول حاجة دعم الطاقة تاني حاجة دعم المناعة مهمة قوي أن أنا أعرف أدعى منعتي لأي فيروس بيهاجمني أو أي بكتيريا أو حتى الفطريات فيه أحيانا بتبقى فطريات لو منعتي قليلة بتتمكن مني لأن جسمي علي فطريات لكن لو منعتي قليلة الفطريات اللي مش كويسة تقدر تتمكن مني ومن أهم الحاجات لصحة الشعر والبشرة جمال الست شعرها وبشرتها فيتامينات ومعادن رقم واحد الفيتامينات والمعادن مهمة كمان لعملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون ده مهم جدا والدعم الصحة النفسية والمزاج العام يعني أنا لو صحي عندي نشاط هيبقى نفسي كويسة ومعتي لو صحي بفتر وعايز أنام تاني هتبقى مشكلة فعلى طول بقول مهم جدا جدا فيتامينات ومعادن إن أنا أكتسبها يوميا سواء من الأكل الصحي أو من المكملات الغذائية المصرحة من سواء وزارة الصحة أو هيئة سلامة الغذائي تماما حلو طيب بالنسبة بقى للي لسه خارج طازة من إحدى عمليات الجراحات السمنة سواء بقى تكميم تحويل مصار بالنسبة حاجات كثيرة هل دول فعلا بيكونوا محتاجين للفيتاميس أكتر من الشخص العادي آه طبعا ده أوتوماتيك الدكتور المعالج بيكتب على طول فيتامينات ومعادن أوتوماتيك لأن أنا لما باجي بلجأ لعمليات سمنة لو بلجأ لتصغير المعدة فحجم المعدة بيبقى ربع الحجم اللي كان موجود فكمية الأكل اللي بتبقى قليلة جدا فصعب إن أنا أعرف أخذ من الأكل القليل ده فيتامين سي فيتامين بي كومبليكس كالسيا من الكالسيا مهم جدا لسحة العظم والانقباض العضلات وبالأخص عضلة القلب صعب قوي إن أنا أعرف أخذ انتيك مثلا من فيتامين إي المهم كأنتي أكسيدانت من الزنك المهم لكل العاملات الحيوية من الكوبة لامين اللي بيدعم لي الدم وقرات الدم الحمرة فلازم أخذ مكمل غذائي أو مالتي فيتامين آمن أمشي عليه على طول لو مثلا بعد العملية ما بقدرش أبلع ممكن لو هتكلم على قالب مالتي فيت ممكن أطحنه ودوابه واشربه أول أسبوع من العملية وبعد كده أو أول أسبوعين زي ما الدكتور يقول إمتى يقدر يبقى وفيه كل الفيتامينز المطلوبة للشخص ده بصفة خاصة اللي لسه طالع من العملية طبعا فيه من أهم الفيتامينات اللي داخل ألبا مالتي فيت فيتامين سي هيتعامله المناعة جدا جدا هيتعامله امتصاص الحديد عشان ما يجلوش أناميا عندي داخل ألبا مالتي فيت طبعا إحنا شايفين صورة ألبا مالتي فيت على الشاشة لأن مهم أو يقول أن ملناش بديل لهذا المنتج إحنا موجودين في الصيدليات أو عن طريق الأرقام اللي ظهرة على الشاشة بنوصل لحد باب البيت عندي 13 فيتامين مهم جدا للناس اللي بتعمل جراحات سمنة من فيتامين سي الكوبالامين مهم الفوليك أسد موجود كل عائلة فيتامين به موجودة داخل أي البي مالتي فيت ودي حاجة ميزة عندنا أن صعب نقتلائي مالتي فيتامين يحتوي على كل عائلة فيتامين به بلس الكالسيوم وبلس الفوليك أسد تمام جميل طيب أنا بقى عايزة أستغذلك أن أنا أدخل في وسط أسئلتي أسئلة المشاهدين لأن أنا عندي عدد حوالي 6-7 أسئلة عشان الوقت ما يسرقناش من غير ما نقول أسئلة الناس فيه سؤال من سندوس رجب بتقول رائحة العرق النفازة برغم استخدام مزيلات العرق ممكن يكون سببها نقص الفيتامينز؟ ممكن يكون سببها نقص الفيتامينز زي فيتامين بي كومبليكس ممكن يبقى من أحد أعراض أسباب رائحة العرق تراكم السموم فيتامين بي هو اللي بيدعم لي سرعة الأيد وهو بيدعم لي التمثيل الغذائي فتقدر تستخدم ألبا مالتي فيت أهم حاجة أن أنا ما قطرش عن قرس واحد في اليوم عشان حد يقولي طب أنا محتاج أكتر من قرس ده وقتها لو مثلا حد كبير شوية في السن وعمل تحليل فيتامينات وقتها ولقى الديستراكشن رهيب يسأل الدكتور بتاعه الدكتور المعالج لو محتاج أكتر من قرس الناس السلام بياخدوا قرس واحد طاقة بالضبط صباحا ليه بقى؟ ما بحبوش قبل النوم لأنه بيدعم لي الطاقة جدا بعد الفطار أهم حاجة على كباية ميا كبيرة مش بقى ميا لأن داخل قلب مالتي فيت كل الفيتامينات اللي فيه قابلة للزوابان في الماء عشان تبقى امتصاصه أحسن ويخش مجرد دمه بسرعة فلازم أخده على كباية ميا كبيرة أو بعد الغداء الرياضيين ممكن يخدوه قبل التمرين بتاعهم بساعة عشان يقدر يدعم لهم الطاقة ويعرفوا يعودوا فترة أطول في التمرين بتاعهم زي الفول جميل طيب نرمين عدوي بتقول مفروض البنت تبتدي تهتم بفكرة الفيتامينز وأخذ المكملات الغذائية ابتداء من سن كم؟ ابتداء من سن 18 سنة 20 سنة لازم أولا بعد سن لو هي بتاكل أكل صحي انتعرف احنا المشكلة دلوقتي كمان البنات اللي في المدارس بينزلوا أو في الجامعات مشتوه للوقت بيأكلوا في البيت ايه اللي عندها درس اللي اللي بتوين درس ودرس مثلا أو عندها نادي أو عندها حاجة فبتلاقيها في النادي بتاكل الأكل اللي مش صحي فلما بتيجي تروح بتبقى شبعت ما بتقدرش تاخد الفيتامينز المطلوبة فأنا ممكن أقول لا من قبل 18 سنة من 15 سنة من 14 سنة هو مصرح من أول سنة 13 سنة امن للأعمار السوية امن للأعمار والسيدات الحوامل امن لها جدا وبدعم ألب مالتي فيت جدا لكن لازم تستشير الطبيب لأنه ممكن الحامل بتحتاج تركيز أعلى ألب مالتي فيت التركيز بتاعته أفريج الحامل بتحتاج تركيز أعلى ممكن في الكالسيا فوقتها تقدر تستشير الطبيب لو تاخد ألب مالتي فيت وادعم سبليمنت فيه كالسيام فقط أوكي تمام طيب فيه سؤال ثالث من منال عوض بتقول أنا عندي 28 سنة ومؤخرا إيدي بتدت تتريش وبقيت حاسة أني مش قادرة أتحكم فيها فكنت عايزة أعرف أعمل إيه وهل ممكن أخد ألب مالتي فيت تطور الأمن وييد من من اهم الفيتاميات لدعم الأعصاب فيتامين بي فتقدر تستخدم فيتامين بي color'day ويحتوي على كل العائلة بكل أمان لتتوجد أي مشكلة حتى مريض السكر يستخدم للتغياد لأن مريض السكر طول الوقت تكتبت على دكتور بقيت man obedient فيه مهم جدا فالمسؤول عن دعم الأعصاب وغذى الأعصاب هو فيتامين به والعائلة فهو oczywiście مثلا الكوبالامين بس أو الرايبوفلافين بس أو ثايمين بس لا كل عائلة فيتامين با إزاي نقدر نحصل على قلب مالتي فيت طبعا لازم أطمن كل الناس أنه مرخص من هيئة سلامة الغذاء وده يدي أمان كويس قوي وأنه موجود في سلسلة سيدلات كبيرة موجودة في كل محافظات مصر ونقدر كمان لو عايزين مش قادرين ننزل نطلبه عن طريق الأرقام اللي ظهر على الشاشة وبقول لستادة سيدلة إن إحنا موجودين في الشركة المتحدة للسيدلة لأي سيدالي أو دكتور سيدالي عايز يوفره في السيدلية بتاعته طبعا هي دي صفحة أو الصورة اللي فيها الكود بتاع الشركة المتحدة للسيدلة كود المالتي فيت اللي عايز يوفره في السيدلية بتاعته. جميل طيب السؤال اللي بعد كده من أستاذ شكري السيد بس إحنا يعني هذك جاوبتي عليه بشكل ضمني هو بيقول لك والدي والدتي هتعمل عملية تكميم عشان وزنها كبير والدكتور قال لها أن بعد العملية هتحتاج تاخد فيتامينات فهل مناسب لها أنها تاخد قلب مالتي فيت ولا لأ علما بأنها مش بتعاني من أي أمراض مزمنة أخرى. مناسب لها جدا وآمن لها جدا. هتاخد قرص واحد في اليوم. زي ما قلت بعد الفطار أو بعد الغداء. ما فيش أي مشكلة. قلب مالتي فيت دخلوا 13 فيتامين وعنصر. هيدعم لها الطاقة. هيدعم لها المناعة. هيدعم لها صحة عزمها. هيدعم جدا لهذه السيدة الشعر لأن وقتها الشعر بيقع. يعني الشعر شوية بيتساقط لنتيجة نقص البيوتين قلب مالتي فيت دخله بايوتين نتيجة نقص فيتامين سي. نتيجة نقص الكل. يعني حاجات كتيرة. فنقدر ندعم بقلب مالتي فيت. وقتها هتلاقي تحصن كويس أولا. كميل. طيب. سلمة مهران بتقول أنا من شرم الشيخ. وكنت عايزة أعرف ممكن نلاقي فين قلب مالتي فيت عندنا في شرم الشيخ. في شرم الشيخ. احنا موجودين في سلسلة سيدلات كبيرة. وما فيش مشكلة كمان. لو ملقيتوش في السيدلية اللي جنبك. تقدري تتكلمي عن طريق الأرقام اللي ظهر. عشانش بنوصل لحد شرم الشيخ. ودلوقتي طبعا كمان بنوصل لحد كل كرة السحل الشمال. جميل. عظيم. طيب. فاتن عالي بتقول كنت عايزة أعرف هالجراءات ألف مالتي فيت ممكن تختلف لو الشخص مريض بالضغط. يعني عامده ضغط. المشكلة مع الضغط. مع الضغط؟ لا هي ما بتختلف إطلاقا. ألف مالتي فيت وارضه مريض الضغط. وبرضه برجع اقول يا استشير الطبيب. ما فيش أي مشكلة يعني ان احنا نقدر نستشير الطبيب. لكن هو كمان الحلو اللي فيه انه بيدعم سنة نسبة الكوليسترول في الدم. فهو هياخد قرص واحد بس في اليوم. جميل. طيب. عالي عالي بيقول كنت عايزة أنا أسأل أن أنا لما باجي أوم من مكاني سواء كنت قاعد أو كنت نايم، الدنيا بتسود في وشي لثواني. تمام؟ كنا عايز يعرف هل ده سبب نقص فيتامينز ولا ممكن يكون عنده مرض ما يستدعي أن يروح يكشف؟ ممكن يا كريم ده وممكن ده. يعني لازم وقتها يتطمن على نسبة الحديد في الدم، يعمل سورة دم كاملة ويتطمن على نسبة الحديد ويتطمن على إنزيمات الكبد والكلة. ووقتها لو ما فيش أي مشكلة أو مرض يستدعي الضوخة، ممكن وقتها نقول أن نقص الفيتامينز بتعمل ضوخة وبتعمل ضيق تنفس وبتعمل ضربة قلب على فكرة. فلازم كل الناس يبعندها الوعي الشديد أن الفيتامينات ليش حاجة ترفيهية إطلاقاً، دي حاجة إكبارية. وعلى الشاشة بيوضح لنا دلوقتي كل الفيتامينات والمعادن داخل قرص واحد من ألبا مالتي فيت. داخل قرص واحد عندي فيتامين سي بنسبة 500 ميلي جرام. عندي أعلى تركيز في الزنك، فدي حاجة حلوة لأن الزنك مهم لحاجات كتير جداً. مهم للمناعة، مهم لكل العمليات الحيوية في الجسم، مهم لصحة شعري وصحة بشرتي كمان. ألبا مالتي فيت في كالسيوم، ممكن حد يقول لي مثلاً، طب أنا هو في كالسيوم. هاخده قد إيه عشان أوقفه لأن الناس بتخاف من نسبة الكالسيوم تعرف الدم. بطمن الناس كلها أن نسبة الكالسيوم عندي فقط 70 ميلي جرام. البالغ محتاج ألف، والحامل محتاجه ألف ومتين، فلا يمكن يحصل ترسيب الكالسيوم من ألب مالتي فيت. عشان كده بقول ما باخدوش شهرين ووقف. لا أنا ممكن أخذ القرس كلايف ستايل لأن التركيزات بتاعته أفريج، مش هيحصل أن التركيزات تعلى من أي فيتامين موجود في ألب مالتي فيت. قلت من شوية من ضمن عناصر القوة واللي بتميز المنتج ده تحديداً بالمقارنة بغيره هو وجود العائلة الكاملة فيتامين بي. طيب إيه تاني بيميز ألك مالتي فيت عن غيره؟ الأقوة كمضادة أكسادة. مهمة قوي أن أنا طول الوقت أخذ أنتي أكسيدنت. لأن أنا جسمي بيتعرض للالتهابات أوتوماتيك. من حاجات إحنا بنعملها مش صحية. الأكسادة دي هي إيه عشان برضو الناس اللي مش فاهمة أبعادها؟ انطلاق حاجة اسمها الخلايا الحرة. سواء البشرة بتتأكسد، الشعر بتأكسد، الجسم بتأكسد. ونتيجة الأكسادة بتعليل الالتهابات جداً. يعني لو هتكلم من. يعني الأكسادة دي بتكون حاجة في الدم؟ في الخلايا، أكسادة الخلايا بالضبط. فلو الأكسادة عالية. حتى العلماء اكتشفوا أن في علاقة بين ظهور الكانسر والأكسادة عالية في الجسم. لأن الأكسادة بتعمل ميوتاشن في الدين إيه بتاع الخلايا. بتعمل تلف في الدين إيه بتاع الخلايا. فبيجي ألف مالتي بيت. الفايتامين إي والفايتامين سي هم اللي بيعملوا كضد أكسادة. وعندنا حاجات كتير قوي بتأكسد. السكريات العمالة على بطالة المناكلة بتأكسد الجسم. الزيوت النباتية أو الزيوت الغير صحية. الألية في كذا مرة. الفرايز والبنيهات أو whatever. بتعمل أكسادة وبتعمل ألتهابات. الكثرة في التدخين بيعمل أكسادة وبيعمل ألتهابات. لو أنا تعرضت للشمس من غير ما ياخد ألف مالتي بيت. وحط واقع الشمس بتاعي. وش هيتعرض الأكسادة؟ فعندنا حاجات كتيرة أوتوماتيك جسمي بتأكسد منها. فلازم طول الوقت أخد أنت أكسد. وده اللي بيميز ألف مالتي بيت. لأن أكثر اتنين فيتامين. بيشتغلوا كأنتي أكسد. فيتمن إي رقم واحد. وفيتمن سي رقم اثنين. يبقى ده اللي بيميز أولا. الأقوى كمضاد أكسادة. مناعة قوية جدا لأنه بيحتوي على مزيك من الزينك. وفيتمن سي. ثالث حاجة بيدعم جدا التمثيل الغذائي. لأنه بيحتوي على عائلة فيتامين بي. هو ده اللي بيميز ألف مالتي بيت عن أي مالتي بيت من آخر موجود في الماركت. ثقافتنا في فكرة التعامل مع المكملات الغذائية والمالتي بيتامين. بالتالي اتغيرت شوية في الفترة الأخيرة بقى في وعي نسبيا بالمقارنة بالزمان. أكيد أنت لمسة الحكاية. آه جدا. دلوقتي بقى الوعي أشد بكتير. لأن زمان ما كناش بنجري قوي على الفيتامينات. دلوقتي كل الناس بيلا استثناء فعلا بتخش الصيدليات. عايزة مالتي فيتامين. عايزة مالتي فيتامين. وبتعد تحتار بقى. هل ده حصل عشان اللي حصل دلوقتي مع الفيروسات والتورونات والحاجات؟ أكيد أكيد طبعا إن الفيروسات والحاجات اللي حصلت دل خلانا نفكر إزاي نقدر نعلي منعتنا. فيمكن بيبقى من أحد الأسباب إن إحنا بقينا نركز في الفيتامينات هي قصة ديها. طيب برضو كنت قلت من شوية إن في حالات معينة وبعد الرجوع للطبيب. ممكن إن الشخص ياخد أكتر من قرص واحد من ألت مالتي بيت. ده لو الدكتور بقى أصرح بدا. يعني دي زروف استثنائية. هل الرياضيين يعتبروا استثناء إن هم معدل الحرق اللي بيجوحوا. وبالذات اللي بلعبوا رياضات عنين فاوت إيلة كمال أكسام ولاكمة رفع أسقال إلى آخره. هل الفئة دي تحديدا من الرياضيين بيحتاجوا معاملة خاصة فيما يتعلق بالمالتي بيت. بيحتاجوا معاملة خاصة فيما يتعلق بالمية. مية. رقم واحد. يعني لو إحنا عشان هم بيعرقوا كتير. عشان محصلش جفاف. المية أساس كل حاجة حية. إحنا المفروض إن إحنا ناخد متوسط 3 لتر مية في اليوم. هم بيحتاجوا أكثر لأن المية بتطلع يا إما عن طريق البول. يا إما عن طريق البرازي. يا إما عن طريق التعرق. فمحتاجين مية أكثر. دي حاجة. ومحتاجين بروتين أكثر من الناس العادية. المالتي فيتامينز مهم لهم جدا. هياخدوا قرص واحد من قلب مالتي فيت. مش محتاجين أكثر من كده. لكن لازم ياخدوا بروتين عالي قوي. عشان القتلة العضلية عندهم تبقى أكثر. والبروتين حلو وصحي جدا. ولازم يشربوا مية أكثر من الناس العادية. فيه بروتين مقدر نقول عليه إنه هو إنجاز التسمية أو إنجاز التعبير الجندي المجهول. يعني هل فيه بروتين، مش بروتين عفواً، بيتامين معين. هل فيه بيتامين معين نقدر نقول إنه هو اللي ليه اليد العليا في تضبيط الجسم أو تدعيم الجسم؟ من أهم الفيتامينات فيتامين بها. مش مهلاً؟ دايما بتكلمي عنها. فيتامين بها هو الحياة. أنا من غير طاقة ومن غير عملية تمثيل غذائي أنا موت. يعني التمثيل الغذائي والموتابوليزم بتاع الجسم. مش بس عشان التقاط اللي احنا عارفينها. اللي هي نتحرك نروح نيجي. وأنا قاعدة معاك بتكلم ده سعرات حرارية. وأنا قاعدة معاك بتنفس دي سعرات حرارية. فلازم يبقى عندي تمثيل غذائي. وأنا نايمة مرتاحة فيه سعرات حرارية لازم تطلع عشان أنا بتنفس. حركة الهرمونات بتاعتنا محتاجة حرق ومحتاجة تمثيل غذائي. عملية الهضم دي عملية معقدة جدا. يعني أن احنا ناكل وأن الأكل يخش المعدة. ويحصل الهضم ويحصل تنزل على الأمعاء وامتصاص. وأن الجسم يقدر ياخد المفيد وينزل الغير مفيد. كل الحاجات دي خروج السموم من الجسم كل دي طاقة. فمن غير تمثيل غذائي ما فيش طاقة. لكن مش بس فيتامين بي. يعني أنا على طول بتكلمك على فيتامين بي. لكن انت عندك فيتامين دي المهم جدا للمناعة ومهم جدا لحاجات كتير. عندك فيتامين سي مهم للمناعة ومهم لإعادة انتصاص الحديد. فما أقدرش يعني أفضل حاجة عن حاجة. بس فيتامين بي مهم قوي. ده فعلا فيتامين بي مهم. الناس اللي نمط حياتها. أو طبيعة ظروفها ومواعدها وأماكن شغلها وملابسات وظروف شغلها. مش ميديها ومساحة كافية لهم يأكلوا أكل صحي. لا كما ولا كيفا. صحي. الناس اللي بالشكل ده. اللي هي أكلها غير صحي. ومش متوازن. هل لو هم مشوا بانتظام على حاجة زي قالت ملتي فيت. ده ممكن شوية يعمل لهم بالانس. لغاية لما يوصلوا لمرحلة الحياة الصحية والأكل الصحي. لغاية لما يوصلوا لمرحلة الصحية والأكل الصحي. مش هفضل. يعني أنا برضو ما ينفعش أقول لا أكله سكر كتير جدا في اليوم. وكله دهون. وكله كله خدوا قلب ملتي فيت. أكيد ما أقدرش أقول للناس كده. نحاول نغير تدريجيا. يعني نحاول نغير لايفستال تدريجيا مع قلب ملتي فيت. لكن لا غنى عن الأكل الصحي. هل في شيء معين بيبطل مفعول أو قطع في الإيمان بيقلل من مفعول المكملات الغذائية والملتي فيت. ممكن أقول كمية السكريات الكتيرة جدا. يعني أنا بشوف ناس بياخدوا ممكن سكر كتير قوي في اليوم يا كريم. وده مش حلو. لأن لو قعدت عليت السكر كتير هعلي الإنسولين كتير جدا. ولما عالي الإنسولين كتير هعلي مقاومة الإنسولين. وده مشكلة ده هيوصلني لسكر نوع تاني. فلازم أن احنا برضو يبع عندنا الوعي. مش معنى أنا باخد فيتامين أمش على راحتي. أه طبعا طبعا. ده مهم. عموما يعني كالعادة بنستفيد دايما من خلال وجودك معنا. وأشكرك جزيلا شوفك لدينا. الوقت خلص خلاص البقرة دي. ربنا يخليك كريم. نشوفك إن شاء الله على خير في حلقة جديدة من البرنامج. وبنشكركم مشاهدين على متابعاتكم لدينا. إن شاء الله تشوفكم على خير. إلى اللقاء.